السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري والتعليم الفندوقي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرستنا على الهواء ودرس جديد من مدتنا قانون العمل والتأمينات الاجتماعية طبعا إحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا خدنا مراجعة كاملة عن البصل الأول لحد ما وصلنا للإغلاق نهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا احنا هنحل أسئلة كتاب المدرسة لكن مش هنحل السؤال وخلاص لا كل نقطة هتبقى سواء كانت صحة أو غلط أو أكمل هنشرح التفاصيل بتاعتها بحيث أن انت السؤال لو جالك بأي طريقة ممكنة تعرف تحله إن شاء الله تاني احنا بنأكد أن دي أسئلة كتاب المدرسة على الفصل الأول قبل ما نخش في الأسئلة هناخد فكرة بسيطة عن الفصل الأول ده بيتكلم على إيه الفصل الأول في قانون العمل بيتكلم على تعريف قانون العمل أهمية قانون العمل شروط تطبيق قانون العمل الفئات التي تغضع لقانون العمل والفئات التي لا تغضع لقانون العمل بيتكلم على الأحكام المستحدثة التي استحدثها قانون رقم 12 لسنة 2003 حق الإضراب وحق الإغلاق وده نهاية الفصل الأول طيب ناخد الأول مراجعة سريعة كده على الفصل الأول قبل ما نخش الأسئلة وحضر معي الوراء والألم لأن دي أسئلة الكتاب وهنقولها إن شاء الله بالحل طيب في البداية كده قانون العمل ده بتكلم على إيه أو إيه هو مفهومه أو هيطبق على مين ويعني إيه كلمة قانون عمل قانون عمل عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنشأ وتتولد من علاقة عمل من علاقة عامل لدى صاحب عمل يعني قواعد بتنظم علاقة ما بين اتنين عامل وصاحب عمل عامل وصاحب عمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي أو اعتباري طبيعي أو اعتباري طبعا مقابل أجر مقابل أجر إذا ترافر رابط التبعية تبعية هنا يعني إيه هنفهم في الشرح اللي جاي إن شاء الله يبقى بنقول تاني قانون العمل مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل سواء كان صاحب العمل ده شخص إيه طبيعي أو اعتباري إذا ترافر رابط التبعية ده بالنسبة لتعريف قانون العمل طيب قبل ما نقول قانون العمل يطبق على مين أو لا يطبق على مين لازم نفهم الأول يعني إيه العمل الإنساني ينقسم العمل الإنساني إلى نوعين بمعنى إن أي حد شغال في أي عمل العمل ده مش هيخرج على الاتنين دول عمل عام وعمل خاص تاني أي عمل إنساني بينقسم إلى نوعين عام وخاص إيه هو العام وإيه هو الخاص العمل العام تاني العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة تاني العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة أنا شغال إيه شغال مدرس طب عام ولا خاص لأنا هنا عمل عام خاضع لوزارة التربية والتعليم باعتبارها سلطة ذات سيادة طيب أما العمل الخاص بقى العمل الخاص هو الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص يبقى أي عمل في الدنيا بينقسم إلى نوعين عمل عام وعمل خاص طب يا مستر قانون العمل ده هل يطبق على العمل العام او يطبق على العمل الخاص وده سؤال منطقي لا قانون العمل يطبق على العمل الخاص تاني قانون العمل يطبق على العمل الخاص الا بعض الاستثناءات الاستثناءات دي زي قانون الصحة السلامة والمهنية بيطبق على العمل العام والعمل الخاص طيب يبقى قولنا هنا القانون العمل يطبق على القطاع الايه العمل الخاص او القطاع الخاص طب هل العمل الخاص نوع واحد لا طبعا العمل الخاص ثلاث انواع يعني ايه ثلاث انواع العمل الخاص عندنا عمل مشترك عمل مستقل عمل تابع تاني عمل مشترك عمل مستقل عمل تابع طب ايه الفرق من التلاتة العمل المشترك ده عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية تاني العمل المشترك عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية يعني القرار هنا قرار جماعي يعني ايه قرار جماعي يعني ما فيش حد فيهم شغال عند التاني يعني ما فيش تبعية نيجي للعمل التاني العمل المستقل العمل المستقل العمل المستقل هو العمل الذي يستقل الشخص فيه لحساب نفسه شغال عند نفسه هو وده طبعا مش هيخضع لقانون العمل النوع التالت بقى العمل التابع عمل تابع يعني ايه العمل الذي يتم تحت إدارة ورقابة وتوجيه واشراف من يتم لحسابه العمل نقصد به هنا صاحب العمل طبعا مقابل ايه مقابل اجر خلي بالك انا وانا بشرح وبقول تعريف قانون العمل وبعد كده قلت التبعية اخر الجملة بقول مقابل اجر هل الاجر ده حاجة مهمة يعني للدرجات دي طب ما طبيعي اي حد بيشتغل بياخد ايه بياخد اجر هو فيه شغل سؤال منطقي يعني هو فيه شغل من غير اجر اه طبعا فيه شغل من غير اجر وبنسميه العمل التطوعي العمل الايه التطوعي العمل التطوعي ده ده عمل بدون اجر طيب انا بتطوع فيه طب هل العمل ده مستر يخضع لقانون العمل طبعا لا خلي بالك العمل التطوعي لا يخضع لقانون العمل ويحكم بمجتدى قانون مدني العمل التطوعي لا يخضع لقانون العمل عشان كده بنقول ايه شروط تطبيق قانون العمل نفهم الشروط ونوضح النقطة تاني عندنا تلت شهوط اللي بنسميها نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع تلت شهوط لتطبيق قانون العمل عشان أطبق قانون العمل لازم يتوفر في العمل التلت شهوطد ايه هما ان يكون العمل خاص ان يكون العمل ايه خاص و личنا قلنا العمل نعين عام وخاص الشرط بسيط جدا اهو اول شرط ان يكون العمل ايه خاص الشرط التاني يعني ايه هينا بقى باجر بفلوس ليه لان انا لو ما باشتغلش بفلوس لو بشتغل تطوعي هل هلتزم؟ لا طبعا مش هلتزم هو انا بشتغل ليه اصلا اي حد في الدنيا بشتغل ليه لما بشتغل بشتغل عشان الاجر الا لو هو هيتطوع بنفسه لعمل تاني والعمل التطوعي لا يخضع لقانون العمل ده خارج نطق قانون العمل خالص عشان كده بنقول اول شرط ان يكون العمل خاص تاني شرط ان يكون العمل مقجوب او باج تالت شرط بقى ان يكون العمل تابع ان يكون العمل ايه؟ تابع تابع يعني يعني العامل بيشتغل تحت ضابط واشراف وتوجيه ورقابة صاحب العمل او من يتم لحسابه العمل طبعا مقابل اجر يبقى نفهم من كده تنقصم يجي السؤال بقى اكمل يقول لك ايه اكمل العبارة الانتية ينقصم العمل العام الى نقط ونقط هقول له ايه العمل الانساني الى نقط ونقط عام وخاقل ومشترك وتابع مستقل ومشترك وايه وتابع طيب ده بالنسبة لشروط تطبيق قانون العمل عندنا بقى نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الاشخاص قانون العمل بينفرد بميزة مش موجودة في القانون التانية اللي هي فكرة الاستبعاد يعني ايه فكرة الاستبعاد يعني انا دلوقتي لو عايز اطبق القانون عملت القانون وعايز اطبقه هقول هيتطبق على مين اه تمام لكن لكن قانون العمل قائم على فكرة اسمها الاستبعاد يعني ايه اتلاقي اللي هيتطبق عليهم القانون الناس اللي هيتطبق عليهم القانون كتير لكن اللي مش هيتطبق عليه القانون قليل عشان تفهم ان اقصد ايه لو انا مثلا عندي فصل والفصل ده عملت له امتحان والامتحان ده التلاتة بس اللي في الفصل هم اللي رصبوا في الامتحان والباقي ناجح لما اجي اعلن النتيجة هقول ايه هقول فلان وفلان وفلان راصب طب والباقي الباقي ناجح نفس الفكرة بالزبط قانون العمل قال ايه واحد اتنين تلاتة لا يطبق عليهم قانون العمل والباقي يطبق عليه قانون العمل يعني احنا دلوقت هنقول مين يا مستر هنقول الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل تاني الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل مين الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل اول فئة جميع العاملين في الجهاز الاداوي في الدولة والهيئات العامة وهيئات الحكم المحلي اي حد شغال موظف في الحكومة او في الجهاز الادارة للدولة او الهيئات التابعة للدولة ده اسمه عمل ايه عام ومن شروط تطبيق قانون العمل ان يكون العمل ايه خاص فتم استبعادهم من قانون العمل يبقى لو جالك بقى في السؤال يقولك ايه واحنا لازم نفهم مش نحفظ احنا قلنا واتفقنا جميع العاملين بالجهاز الادارة للدولة لا يخضعوا لقانون العمل لكن السؤال يجينا ازاي بقى يقولك صح او خطأ العاملين بوزارة التربية والتعليم يخضعون لقانون العمل اقوله هنا الاجابة ايه رفع عليكم خطأ لا يخضعون ليه لشغال في التربية والتعليم عام ولا خاص عام عمل عام اه العاملين بوزارة الكهرباء اي وزارة تبقى عمل ايه تمام عمل عام اي وزارة يعني تابعة ليه الحكومة والحكومة هنا لجهاز الادارة للدولة اي موظف يبقى تابع الجهاز الادارة للدولة لا يطبق عليه قانون العمل يبقى اول فئة بيتم استبعادها جميع العملين في الدولة بفئة ثانية عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم كلمة وما في حكمهم يعني اللي زيهم يعني مثلا زي ايه عمال الخدمة المنزلية زي مثلا البواب ايه الصفراجي الطباخ هنا لا يطبق عليهم قانون العمل طيب ليه ما بتطبقش عليهم قانون العمل وانت لسهأل يا مستر تلت شروط عشان نطبق قانون العمل ان يكون العمل ايه خاص وباجر وتابع خاصة بأجل وإيه وتابع الطباخ اللي بيطبخ في البيت دو البيت هل ده بينطبق عليه قانون العمل طبعا لا ينطبق عليه قانون العمل لأنه من عمال الخدمة المنزلية عمال الخدمة المنزلية الفئة التالتة التي لا يطبق عليها قانون العمل أسرة صاحب العمل إذا كان يعلهم فعلا أسرة صاحب العمل إذا كان يعلهم فعلا يبقى عندنا تلت فئات لا يطبق عليهم قانون العمل. من هما الفئات دول? جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة عمال الخدمة المنزلية. واما في حكمهم أصلة صاحب العمل إذا كان يعولهم. دي الفئات. طيب هل في حد تاني ما بتطبقش عليه قانون العمل؟ آه فيه. بس ما اسمهمش فئات بقى. هما لا اسمهم إيه؟ طوائف تاني. ما اسمهمش فئات؟ اسمهم طوائف. طيب ايه الطوائف التي لا يطبق عليها قانون العمل؟ وليه ما بيتطبقش عليها قانون العمل لان هي بتخضع لطبيعة عمل خاصة بيحكمها قانون خاص بيها هدي مثال طواقف زي مين اول طواقفة عندي العمال البحريون العمال الايه البحريون طيب هل العامل في العمال البحريين دول شغالين على المناكب طب هل دول يخضعون له قانون العمل القانون لا ليه ما بيخضعوش عشان دوهم قانون اسمه القانون البحري يعني طبيعة عملهم بتخلي لهم قانون عشان كده لا يطبق عليهم قانون العمل الطواف اللي عندنا زي يمين عمال البحريون عمال المناجم والمحاجر اللي شغالين في المناجم لا يطبق عليهم قانون العمل العمليين بالمدارس الخاصة العمليين بالمؤسسات الصحفية الخاصة كمان عمال المناطق الحرة يبقى دول طواف لا تغضع لقانون العمل يبقى هنا عندنا تخلي بالك عندك ثلاث فئات لا تغضع وخمس طواف لا تخضع لقانون العمل. التلات فئات جميع عاملين بالدور ومن كمان اسرة صاحب العمل اذا كان علوم وعمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم. بعد كده الطواف عندنا عمال بحريون. عمال المناجم والمحاجر. وعندنا كمان العاملين بالمدارس الخاصة والعملين بالمؤسسات الصحفية الخاصة. وعمال المناطق الحرة. يبقى دي فئات ودي طواف لا يخضعون لقانون العمل او لا يسر عليهم قانون العمل. طيب عندنا برضو لوقتين مهمين جدا لازم نكون عرفينهم. ان قانون العمل من اهم الانتقادات التي وجهت ليه انه كسير التكلفة. تاني من اهم الانتقادات التي وجهت لقانون العمل انه كسير التكلفة. يعني ايه كسير التكلفة? مكلف بس مكلف على مين? على صاحب العمل. طب ليه مكلف على صاحب العمل? لان القانون لما تم تشريعه حدد ساعات العمل. تمن ساعات في اليوم. وقال لو انت عايز تشغل العامل وقت زيادة عن التمن ساعات هتدي له حاجة اسمها وقت ضافي او طيب ده من لا يدفعه صاحب العمل. اجازات من لا يدفعه اجازات مدفوعة الاجل صاحب العمل. ازا هنا القانون مكلف بس مكلف على مين? على صاحب العمل. طيب انا هنا يهمني العمال. عشان لما يقول لك الرد عليه. يعني لو قال لك كده. من اهم الانتقادات الموجودة لقانون العمل انه كسيب التكلفة. ما رد عليه. رد على الناس اللي بتقول كده. احنا قرار بنقول انه كسيب التكلفة. لكن الرد عليه كان قاتي. ان قانون العمل تم تشريعه لرفع طبقات العمال. طبقات مين? العمال. يعني انا عايز ارفع طبقة العمال. ويه? ازود مستوى المعيشة. طب ليه انا بعمل كده? عشان ازود القوة الشرائية للاقتصاد القومي. طب ازاي يعني? يعني ايه القوة الشرائية الاقتصاد القومي. ببساطة كده انا لو جبت للعامل حقه وزودت له الاجر بتاعه هيشتري كتير ولا قليل؟ هيشتري كتير. يبقى كده القوة الشرائية زادت. طب الاقتصاد يستفيد ايه؟ ما هو العامل ده لما يشتري كتير يعني الطلب على المنتجات يزيد فالطلب على المنتجات لما يزيد بالتالي الانتاج هيزيد من اللي بيقوم بالانتاج؟ المصانع مين صحاب المصانع؟ اصحاب الاعمال؟ يبقى هي دايرة ازود العامل صاحب العمل يكسب عشان كده بنقول الهدف من قانون العمل او التشريعات العمالية رفع مستوى طبقات العمال. كمان في نقطة مهمة جدا من اهمية قانون العمل انه هو وسيلة للتعايش في الحياة يعني اهمية اقتصادية باخد اجري باشتغل به عشان اقدر ان انا اعيش به. وسيلة الاثبات وتحقيق الذات. اما اجتغل انا بس بتزاتي وبحقق نفسي. كمان قانون العمل ينظم العلاقة ما بين اتنين. مين هم العمل ورأس المال المستثمر في الانتاج. يا مستو انت مش قلت قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل وصاحب العمل تمام. انا ما قلناش حاجة جديدة مين بيقوم بالعمل؟ العمل ومين معرأس المال؟ صاحب العمل. كمان قانون العمل بيستمد تشريعاته من المجتمع. بيستمد اهميته من المجتمع. يعني ايه بيستمد تشريعاته من المجتمع؟ قانون العمل اهتم بفقتين وعملهم معاملة خاصة وشرع عليهم القوانين زي من؟ زي النساء والاطفال يبا هو ده جزء من المجتمع جزء كبير جدا من المجتمع اهتم بالنساء وحدد مواعيد عمل النساء وحذر على صاحب العمل تشغيلهم في اوقات معينة ودى لهم اجازات تسمى اجازة الوضع واجازة رعاية الطفل اللي هي اجازة بدون اجر يستم بين المجتمع ويستمد تشريعاته من المجتمع اللي احنا عايشين فيه كمان قلنا في الفصل الاول ان قانون العمل استحدث حقين؟ استحدث قانون رقم 12 لسنة 2003 حق الاضراب وحق الاغلاق واتكلمنا على الاضراب واتكلمنا على الاغلاق افكرت كده بسرعة الاضراب ايه هو الاضراب؟ الاضراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به وذلك لاسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل تاني هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به طبعا في العقد وذلك لدفاع عن المصالح المهنية دون رضاء صاحب العمل استخلي بالك وحنا بنقول التعريف كده في الشروط معينة الاضراب اول شرط للاضراب ان يكون الاضراب جماعيا لازم يكون الاضراب ايه؟ جماعي يعني ايه جماعي؟ يعني طبعا المطالب الجماعية تعطي شرعية للمطالب حتى لو المطالب دي مش شرعية تاني الجماعية هنا شرط الجماعية هنا يبقى فيه اجماع مننا كلنا على الحاجة دي يعني مثلا احنا في منشأ صناعية والمنشأة دي شغال فيها الف عامل تمنمية عملوا اضراب عشان يزودوا الاجر يبقى اكيد هنا في خلل يبقى الناس دي عندها حق طالما تمنمية ده تمنمية ده عدد كبير يبقى هنا ده توافر شرط الجماعية يبقى اول شرط شرط ان يكون الاضراب جماعي تاني شرط عندنا ان يكون الاضراب عن العمل الملتزم بيه في عقد العمل يعني ايه؟ يعني انا مثلا شغال في عقد العمل مهنتي كذا لما اجي اعمل اضراب اعمل اضراب عن المهنة دي يعني اتوقف عن العمل عن المهنة دي عن العمل اللي انا ملتزم بيه كمان لازم يكون الاضراب للدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية بمعنى ايه؟ كلمة مهنية يعني ايه؟ جاية من المهنة يعني ان اي مصالح هتطلبها لازم تكون مصالح تخص العمل يعني ايه تخص العمل يعني مثلا عايز ازود اجري دي مصالح مهنية عايز أغير الآلات لأن الآلات بقت قديمة ده يقول ما الإضراب كده يبقى سهل لأي منشأة تعمل إضراب هقول له لا طبعا في مجموعة من الإجراءات الدولة حددتها في القانون إن عشان أي منشأة تعمل إضراب لازم تمشي على الإجراءات اللي أنا هقولها دي إيه هي الإجراءات ديت أول حاجة يجب أن يكون الإضراب جاي أو تابع أو نابع من اللجنة النقابية التابع لها يعني يتم الإضراب عن طريق اللجنة النقابية يعني يا مستر اللجنة النقابية أي عمل قانوني وشرعي في الدولة لنقابة يعني مثلا السائقين اللي هم نقابة اسمها نقابة السائقين المعلمين اللي هم نقابة اسمها نقابة المعلمين دي النقابة اللي بتدافع عن حقوق العمال بتوعها فأي إضراب هيكون ناتج من النقابة أو تابع للنقابة اللي أنا تابع لها النقابة بقى تخطر مين؟ تخطر اتنين هتخطر صاحب العمل وتخطر الجهات المختصة يعني ايه تختره تبلغه السواني هتبلغه بايه بالتليفون لا طبعا هتبلغه باختار بعلم الوصول جواب مكتوب هتبعته له تقول له والله يا صاحب العمل انت عندك اضراب يوم كذا واسبابه واحد اتنين ثلاثة وممكن يقعد كذا يوم يعني الخطاب يجب ان يتضمن اسباب الاضراب ومدة الاضراب ومعاد الاضراب طيب وفي حياة كمان لازم ان اللجنة النقبية تبعت الاختار ده قبل الاضراب على الاقل بعشر ايام تاني قبل الاضراب على الاقل بعشر تيام وكمان القانون قال يحسب الاضراب اجازة بدون اجر للعامل تاني يحسب الاضراب مدة الاضراب يعني العمال عدوا اسبوع اسبوعين عشر تيام خمس تيام اي مدة هيعودها العمال عاملين اضراب هي اجازة لكن بدون اجر تاني يحسب الاضراب اجازة بس بدون ايه بدون أجر للعمال طبعا ده الإضراب وشروط الإضراب وإجراءات الإضراب وقلنا كمان أن هناك منشآت حيوية وستراتيجية يحظر فيها الإضراب فيه منشآت آل إضراب حق من حقوق العامل هو حق سلبي لكن حق سلبي يعني إيه أصل الإضراب أننا هعمل إيه هتوقف عن العمل دي كده طريقة سلبية للمطالبة بالحق بس ده هو حق سلبي بس حق مشروع للعامل طيب أنا هتوقف هنا على الإنتاج عشان كده القانون قال إيه هناك منشآت حيوية يحظر فيها الإضراب يعني إيه يحظر فيها الإضراب ممنوع منعا بطن فيها الإضراب بقیش يتعمل فيها إضراب طب ليه ده احنا لسه بنقول إضراب حق من حقوق العامل قال تمام بس لو كانت المنشآة دي حيوية أو استراتيجية يبقى ممنوع فيها الإضراب طب يعني حيوية وستراتيجية حيوية هنا تخص حياتنا يعني بتمسل لنا خطورة عالينا إحنا احنا مين ده احنا ملناش علاقة بالاضراب اه انت ملكش علاقة بالاضراب لكن هيأثر عليك يعني نقول لو مثلا المخابز عملت اضراب هل ده يأثر علينا طبعا المستشفيات عملت اضراب هل ده يأثر علينا طبعا منشآت الدفاع المدني المطافي عملت اضراب ده يأثر علينا طبعا ده يأثر علينا المدارس عملت اضراب كل منشآت الامن استراتيجية بقى يعني ايه كلمة استراتيجية يعني تخص الامن القوم للبلاد زي ايه المطارات ممنوع فيها الاضراب طبعا المواني الاقسام منشئات الامن القومي كل ده ممنوع فيه الاضراب طيب السؤال بقى بيجينا ازاي في الامتحان احنا عندنا حاجة سؤال في قانون العمل وارضحه لك كده سؤال ما عداش عليك قبل كده اسمه اسكر الرأي القانوني اسكر الرأي القانوني والاجابة بتبقى فيه كلاتي يا اما بقول قانوني او غير قانوني هو ايه اللي قانوني وغير قانوني الموقف اللي قدامك بيجيب لك موقف ويقول لك هل الموقف ده قانوني او غير قانوني طب قانوني من وجهة نظر مين من وجهة نظر القانون هل التصرف اللي حصل ده يتماشى مع القانون يبقى اقول له قانوني لو مخالف للقانون اللي احنا قلناه يبقى الموقف هنا غير قانوني وفي الحالتين اقول السبب ندي مثال لو انا قلت دلوقتي مثلا نظم مجموعة من العاملين بوحدة مطافي او وحدة اطفاء اضرابا للدفاع عن المصالح المهنية متبعين جميع الوسائل السلمية في الاضراب يعني ايه يعني عاملين اضراب عشر على عشر وبالدفاع عن مصالح مهنية وكل الكلام ده بس خلي بالك هنا المنشأة اللي عملت اضراب مين وحدة اطفاء هل ينفع المطافي تعمل لا تعقل طبعا اننا اتصب بالمطافي والله تعالوا في حريقة لا اصلح للنهار ده اضراب طبعا هنا هنا المتضرب حد تاني حد تاني اللي هو احنا يبقى هنا اصبحت منشأة حيوية عملت اضراب تأثر علي يبقى الاجابة هنا تبقى ايه غير قانوني غير قانوني ليه لان وحدة الاخفاء او اي منشأة يجبها لي يعني من المنشأات المحظور فيها الاضراب تاني غير قانوني لانها من المنشأات المحظور فيها الاضراب مثلا مسال تاني نظم مجموعة من العاملين باحدى المستشفيات الخاصة اضراب طبعا دي مستشفى يبقى هقول له ايه برافو عليكم غير قانوني لانها من المنشآت المحظور فيها الايه الاضراب طبعا اي سؤال على الرأي القانوني زي ما قلنا بنجاوب بقانوني او غير قانوني طيب في سؤال كده لو جاء لنا نظم احد العاملين اضرابا سلميا متبع جميع الوسائل السلمية للاضراب راحت عامل شغال في مصنع عمل اضراب اهو عمل اضراب في مصنع ومش ما يأثر علي هنا قانوني ولا غير قانوني برافو عليكم غير قانوني طب ليه مستر ده راجل عمل اضراب في منشآة صناعية هقول لك تمام بس هو عمل ايه قال لك ايه نظم احد احد يعني ايه جاء اضراب فردي واحنا قلنا الاضراب لما بنجي نعرف الاضراب بنقول امتناع جميع العاملين او فريق منهم يعني شرط من شروط الاضراب انه يكون جماعي ما ينفعش واحد لوحده واحد لوحده يبقى مطالبه هنا غير شرعية ده بالنسبة للاضراب كلمنا كمان على الاغلاق وقلنا الاغلاق لما المنشأة بتمره بظروف اقتصادية صعبة القانون اعطى الحق لصاحب العمل باغلاق المنشأة سواء كان الاغلاق ده جزئي او كلي اغلاق كلي يعني اغلاق المنشأة كاملة اما الاغلاق الجزئي هو تقليص نشاط المنشأة طب بنغلق ليه او صاحب العمل بيغلق ليه قد تكون الاسباب اسباب اقتصادية يعني ايه حالات التضخب اللي ممكن تومي بها البلاد او حالة او رقود الاقتصادي يعني يعني كده بالزبط انا ما ببيعش يبقى هغلق المنشأة المنتج بتاعي ما علروش اقبال هغلق المنشأة ليه؟ لانه نرفضي الانتج وما فيش مبيعات فبالتالي مش هقدر اشغل مش هقدر ادفع مرتبات لا يبقى انا هنا هيتم اغلاق المنشأة ده عشان انا بمره بظروف اقتصادية صعبة او ان انا امره كصاحب عمل بظروف مراضية هنا تعمل عملية استحالة لمزاولة العمل بتاعي يبقى هنا اغلق المنشأة طبعا هنا الاغلاق مش بيكون عن طريق رغبة صاحب العمل لا ده ليه اجراءات ايه بقى اجراءات الاغلاق ديه؟ اول حاجة يتم الاغلاق عن طريق لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض يعني ايه؟ الحكومة عاملة لجنة لبحث طلبات الاغلاق فصاحب العمل بيبعت اختار مكتوب للاجنة دي وانا والله انا عايز اغلق طيب عايز تغلق ليه؟ لازم تقول لنا حاجتين في الاختار ده ايه هم الحاجتين دول؟ اول حاجة لازم تقول لنا اسباب الاغلاق انت هتغلق ليه؟ هتقول الاسباب بتاعتك وكمان هتقول لنا عدد العمال المراد لاستغناء عنهم يعني ايه؟ عدد العمال اللي انت ممكن تمشيهم سواء كان الاغلاق ده جزئي او كلي طب يا مستر هو بيقول اللاجنة دي عدد العمال ليه؟ هقولك ليه؟ لان القانون قال ايه؟ يجب التشاور مع اللاجنة المختصة يعني صاحب العمل هيتشاور مع اللاجنة المختصة في عدد العمال المراد لاستغناء عنهم عندنا لو بعمل مثلا اغلاق جزئي يعني همشي جزء واسيب جزء اللي هيمشي دول هيمشي على انهم القياس او انهم عيال المعايب اللي انا همشيهم عليها المعايب اللي محطوطة من اللجنة معايب موضوعية يعني ايه بعيدا عن الحيادية يعني ما فيش حد يختلف عليها بعيدا عن الاهواء الشخصية ببدو عشان تبقى متابع معايا انا الوقت عندي مصنع وعملت عملية اغلاق جزئي وعندي الف عامل همشي من الالف عامل دول خمسمية واسيب خمسمية ايه اللي يخلي العامل ده يمشي والعامل ده ما يمشيش المعايب اللي 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 بنحطها اللي هي المعايب الموضوعية زي ايه مصنع زي الاقدمية يعني ايه الاقدمية يعني انا عند اتنين دلوقتي هناخدها مثال كده ونفهم مع بعض دلوقتي انا متطبع ان انا مشي ناس لاني ببور بزنوف اقتصادية سعبة وخدت موافقة الاغلاق فعندي اتنين هم ايه حمشي واحد منهم اول سؤال بقى لك قديه في الشغل بقى ليه تلاتين سنة يبقى دي اسمها الاقدمية الاقدمية المدة اللي انا عدتها في الشغل سألت التاني عندك بقى لك قديه قال لي تلاتين سنة هنا الاقدمية المعايب تساوى اخش على المعايب اللي بعده هم هم الاتنين برضو طب بالنسبة للاعباء المالية يعني اعباء مالية انت متزوج ولا انت مش متزوج طب لاتنين متزوجين اخش على النقطة اللي بعدها بيعولوا ولا لا يعني عندهم اطفال ولا لا طب ده عنده ولدين وده عنده ولدين هنا متساويين ألجأ للمعيار الاخير اللي هو ايه المهارات الخاصة المهارات بتاعت العامل ده يعني ايه مهاراته اجيادته في الشغل هل العامل ده تم توقيع الجزاء عليه ولا لا ده المعيار اللي انا على اساسه هماشي عامل واسيب عامل مش هيبقى الموضوع ماشي كده يبقى هنا ده اللي بنقول عليه المعيار اللي هنشوف بيها او نقيم بيها العمال اللي هيعودهم او اللي هيمشون يبقى هنا اجراءات الاغلاق نقولها تاني طلب الى اللجنة المختصة الطلب ده في لجنة مختصة شكلت لدراسة الطلب ده يجب ان يشمل الطلب على اسباب الاغلاق وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم تمام كمان الطلب ده لازم صاحب العمل يتشاب مع اللجنة المختصة في عدد العمال المراد الاستغناء عنهم كمان في نقطة مهمة يجب الطلب ده اللجنة ترد عليه في خلال تلاتين يوم على الاقصر تاني اللجنة الطلب هيتقدم لها طلب زي ده بالضبط كده الطلب دوت في اسباب الاغلاق بتاعتنا وعدد العمال اللجنة تدرس الطلب دوت والله القانون محدد لها تلاتين يوم بالكتير قوي تدرس الطلب وافقت على الاغلاق تقول له تمام انت كده معك موافقة الاغلاق طب هي اللجنة مستر ممكن ترفض اه طبعا ممكن ترفض ليه مش احنا بنقول هيبعت اسباب الاغلاق ممكن تكون الاسباب دي اسباب غير كافية للاغلاق او اسباب غير مقنعة للاجنة ان انت تغلق بيها طيب في نهاية الاغلاق دوت لو انا انا عايزة امشي او صاحب العمل هيمشيني مش اللي بيمشي ده بياخد مكافئة ناية الخدمة تمام بس احنا مش هنسميها مكافئة ناية الخدمة هنسميها اه مكافئة الاغلاق ايه بقى مكافئة الاغلاق دي عبارة عن ايه ده مبلغ مستحق نتيجة للاغلاق طب ايه المكافئة دي القانون حددها كالقاتي قال هنحسب شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الاولى وشهر ونص عن باقي المدد يعني ايه يعني انا شغال في منشاعة صناعية وتم اغلاق المنشاقة وانا بقى لي في المنشاقة دي مثلا سبع سنوات يعني انا شغال بقى لي سبع سنوات وخلاص تم الاغلاق ومشوني باخد بقى الفلوس دي تتحسب ازاي انت بقى لك كم سنة بقى لي سبع سنين نقسمها مدتين خمس سنوات زي ما القانون والمدة الباقية اللي هي سنتين اسمت السبعة خمسة واتنين طب ليه اسمت خمسة واتنين لان القانون بيقول هاخد شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الاولى يعني ااخد شهر يعني ااخد مكافئة شهر بما يعادل شهر يعني عن الخمس سنوات عن كل سنة من الخمس سنوات الاولى وبعد كده هشوف اشتغلت مدة قد دي هاخد شهر ونص عن كل سنة من المدة الباقية ده لو انا في حالة الاغلاق طبعا ده القانون حويس جدا ان ما يتمش اغلاق المنشأة عشان كده ادى الصاحب اللي عمل حاجة اسمها بدائل الاغلاق يعني ايه بدائل الاغلاق بدائل الاغلاق ديت بمعنى ان القانون ادى له بعض التصرفات بصفة مؤقتة خلي بالك بصفة ايه مؤقتة ايه مؤقتة انا دلوقتي بقول ان انا هقلق المنشأة او اغلاق جزء يعني بسبب الزروف الاقتصادية طيب انا هدي له البدائل الاغلاق بدائل الاغلاق يعني ايه البدائل دي كان استحالة قانون العمل يديها للعامل لصاحب العمل في الزروف الطبعية انا ما بروح اشتغل عند حد في بينه وبينه عقدة عمل انا ملتزم بالعقد وهو كمان ملتزم بيه المكتوب في العقد بمعنى العد thermكتوب في ايه المهنة والأجر المهنة انا بشتغل ايه في المكان ده والأجر هو المبلغ اللي انا هحصل عليه في الظروف الطبيعية استحالة اي حاجة من دول تتغير الا طبعا لو في عقد جديد لم نتكلم اثناء مدة سبيان العقد طيب في حالة الاغلاق بقى القانون ده الحق لصاحب العمل بتعديل العقد ده تعديل عقد العمل يعني ايه عد العقد العمل عد العقد العمل معناها ان انا ممكن ننقل العامل من مكان لمكان تاني وده في الظروف العادية استحالة بس خلي بالك احنا قلنا بظروف ايه بصفة ايه بصفة مؤقتة ممكن هنقله من مكان لمكان تاني عادي جدا ممكن ان انا اخفض الاجر بتاعه ممكن اخفض ساعات العمل وبالتالي لو خفضت ساعات العمل اخفض الاجر بتاعه ممكن ان انا اديله اجازات غير مدفوعة الاجر في ايام معينة اه بدون اجر طبعا ازاي هاجي مثلا والله يتوقع تشتغل عندي الاسبوع مثلا سبع ايام هنشيل اليوم الراحة يبقى ست ايام يبقى انت هتشتغل عندي سبت وحد واثنين طيب وثلاثة واربعة وخميس دول اجازة بس غير مدفوعة الاجر بس خلي بالك بدائل الاغلاق دي كلها بصفة مؤقتة حتى زوال سبب للاغلاق بعد كده طبعا اللجنة المختصة بتفضل تتابع المنشاعدية تشوف فعلا هل هي ملتزمة بالكلام ده ولا لا طيب السؤال بيجي عليها في الامتحان ازاي جزء بتاع بدائل الاغلاق يجي يقول لي ايه اسقر رأي القانوني وحنا لسه قالين القراءة القانونية اما هقول الموقف ده لو قانوني اقول ايه رفع عليكم قانوني او لو غير قانوني هقول غير قانوني ايه يقول لك ايه اه قام صاحب عمل بنقل عمل من عمل الى عمل اخر بدلا من الاغلاق يعني نقل عمل من عمل الاصلي لعمل اخر بدل ما يغلق المنشأة هنا اقول له ايه اقول له قانوني لانها من بدائل الاغلاق سؤال تاني قام صاحب عمل بإعطاء العمال أجازات غير مدفوعة الأجل في أيام محددة بدلاً من الإغلاق. أقول له هنا قانوني لأنها من بدائل الإغلاق. كما صاحب عمل بالاستغناء عن بعض العاملين دون رجوع للجهة المختصة بدلاً من الإغلاق. هنا بقى أقول له لا استنى. هنا غير قانوني. ليه غير قانوني؟ يجب الرجوع للجهة المختصة. احنا قلنا هنستغنى عن عمال يبقى يجب التشاور مع اللجنة المختصة في عدد العمال المراد لاستغناء عنهم. ده كده الإغلاق. طيب ده كده ملخص عام للباب الأول. تعال مع بعض بقى نحل أسئلة كتاب المدرسة. طبعاً السؤال هنجيبه ونجيب الشرح بتاعه وبعد كده نعرف الإجابة بتاعته. نشوف السؤال الأول بيقول ايه؟ دي أسئلة الفصل الأول في كتاب المدرسة. نشوف كده مع بعض السؤال الأول بيقول ايه؟ ده علامة صح أمام العبارات الصحيحة وأعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. طبعاً لو في عبارة عندنا خطأ هنصوبها مع بعض. السؤال بيقول آآ لا يسوي قانون العمل على لا يسوي قانون العمل على علاقة العمل المستقل الذي يعمل فيه الشخص لحساب نفسه. تاني السؤال لا يسوي قانون العمل على علاقة العمل المستقل التي يعمل فيه الشخص لحساب نفسه. أنا طبعاً مش هقول لك الاجابة على طول كده. هشرح لك الكلام ايه? عشان انت اللي تقدر من خلال الفهم تجاوب على السؤال. السؤال بيقول لي لا ياسري لا ياسري ان الله يطبق. قانون العمل على العمل المستقل. طيب نرجع مع بعض كده. ايجا فين العمل المستقل ده? انواع العمل الخاص تلاتة. مستقل ومشترك وتابع. تاني. مستقل ومشترك وتابع. والعمل الخاص ده اللي هيتطبق عليه قانون العمل. يعني ايسري عليه قانون العمل. طيب. ايه? يعني ايه عمل مستقل? قلنا يستقل للشخص فيه لحساب نفسه. عمل مشترك عمل يخضع لسلطة جماعية. عمل تابع بيتم تحت قدرة واشراف وتوجيه صاحب عمل. طب برضو قانون العمل ده لا يطبق هو القانون اللي قال لا ياسري على المستقل ولا المشترك. ليه? لانهم فقدين شرط التبعية لاتنين دول. مش حد يشغل عند حد. ازا لما ييجي في الامتاع يبقى هنا قانون العمل عموما لا يطبق ولا ياسري ولا يخضع ليه العمل المستقل. السؤال بقى نرجع للسؤال تاني. نوصي على السؤال ونجاوب. اه لا ياسري قانون العمل على علاقة العمل المستقل الذي يعمل فيه شخص لحساب نفسه. طبعا هنا العبارة صحيحة مئة في المئة. طبعا لا ياسري قانون العمل على علاقة العمل المستقل. السؤال التاني. تسري. وكلمة تسري معناها تخضع او تطبق. تسري احكام قانون العمل على عاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة. تاني تسري احكام قانون العمل على العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة طيب مش احنا قلنا عندنا تلك فئات لا يسري عليهم قانون العمل تلك فئات لا يطبق عليهم قانون العمل تلك فئات لا يخضعون لقانون العمل ايه هم التلات فئات دول اول فئة جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة جول ما يطبقش عليهم قانون العمل طيب ليه ما يطبقش عليهم قانون العمل اول شرط في تطبيق قانون العمل أن يكون العمل خاص وكل اللي شغالين في الجهاز الإداري للدولة عمل إيه رفع عليكم عمل عام يبقى هنا العبارة خاطئة العابرة خاطئة هنا وتصوبها إيه لا يسري أحكام قانون العمل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة النقطة اللي بعدها ينظم قانون العمل ينظم قانون العمل العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الانتاج تاني ينظم قانون العمل العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الانتاج نوضح النقطة تاني للطلبة اللي ما خليتش بالها معنا في الشرح اللي فات قانون العمل بينظم العلاقة بين العمل وصاحب العمل والسؤال هنا بيقول لي قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال طيب هل في فرق ما بين العامل والعمل مين بيقوم بالعمل العامل من بيقوم بالعمل العامل ومن يجي اللي مع رأس المال صاحب العمل والقانون تم تشريعه عشان ينظم العلاقة بين حاجتين الشغل والفلوس العمل والفلوس العمل هنا اللي هو بيقوم بالعامل ورأس المال اللي هي الفلوس اللي مع صاحب العمل يبقى القانون هنا محطوط عشان ينظم العلاقة ما بين العمل ورأس المال المستصمر في الانتاج طبعا العبارة هنا تبقى عبارة صحيحة النقطة اللي تجاية يؤخذ على التشريعات العمالية انها كسيرة التكلفة يؤخذ على التشريعات العمالية انها كسيرة التكلفة قبل ما نجاوب السؤال طبعا في بعض الطلب هتقول لي يؤخذ دي يعني ايه يعني حاجة حلوة ولا وحشة يعني يؤخذ دي معناها انتقاد يؤخذ انتقاد يعني اما اقول يؤخذ على فلان انه مهد يؤخذ عليه يعني عيب من عيوبه انا بيقول لي يؤخذ على قانون او التشريعات العملية او قانون كلمة التشريعات العملية يعني قانون العمل يؤخذ على التشريعات العملية انها كثيرة التكلفة يعني عايز يقولك ان من ضمن عيوب او انتقادات قانون العمل انه كثيرة تكلفة العبارة هنا صحيحة صحيحة ليه القانون العمل مكلف مكلف على مين مكلف على صاحب العمل طيب احنا بعمل القانون ليه اصلا عشان اوفع طبقات مين زي ما قلنا طبقات العمال وافع مستوى المعيشة بتاعتهم بس هو فعلا انه مستوى القانون مكلف اه طبعا مكلف مكلف ليه تشريعات العمالية لما تحطت نظم وحنا بنقول ايه مجموعة قواعدة تنظم العلاق نظمتها ازاي ايجا القانون قال ايه عدد ساعات العامل في اليوم تمن ساعات يعني القانون هنا ايه حدد تمن ساعات في اليوم او تمانية وابعين ساعة في الاسبوع طب انا مثلا كصاحب عمل كان قبل القانون كنت باستخدم العامل صخرة يعني صخرة كنت ممكن اشغلها اتنصر ساعة او خمسشار ساعة بالاجر اللي انا حدده القانون لما تم تشريعه قال لا عدد ساعات العمل في اليوم تمن ساعات ما يزيدوش عن تمن ساعات طب صاحب العمل اللي عنده شغل زيادة وعايز يشغل العمال وقت تاني معلش تشغلهم بس اديهم حاجة اسمها وقت اضافي او اوفر طيب مين بقى اللي هيدفع الكلام ده صاحب العمل كان القانون ما بيديش للعامل الحق في الاجزات ايجا القانون احنا عندنا درس كامل عن الاجازات هنتكلم عليه ايجا القانون اعطى الحق للعامل في حوالي عشر انواع من انواع الاجزات اجازات الحج واجازة لاداء الامتحان والروحة الاسبوعية واجازة الوضع واجازة مخلطة واجازة مرضي واجازة بدون اجر واجازة العرضة كل دي اجازات ومعظم الاجازات دي مدفوعة الاجل. يعني مدفوعة الاجل. يعني صاحب العمل هيدفع. العمل ياخد اجازة. وصاحب العمل يدفع. يبقى القانون هنا فعلا مكلف. بس التكلفة هنا لصالح مين? لصالح العامل. طب لو قال لي رد على الناس دي. رد على الناس اللي بتقول. انا عندك سؤال في الكتاب بيقول ايه? من اهم الانتقادات التي وجعت لقانون العمل انها كثير التكلفة. وضح حزي العبارة مع الرد عليها. طبعا احنا وضحنا العبارة خلاص. قلنا تكلفة على صاحب العمل. لكن الرد عليها بقى ازاي? اه الرد عليها ان انا هنا ما بيتم تشريع القانون. انا هدفي هنا ان انا اقفع طبقة العمال وازود من مستوى المعيشة للعمال. لان العمال هنا بيمثلوا قطاع كبير جدا من الدولة. احنا عندنا اكتر من واحد وعشرين مليون عامل في الدولة. نبص على السؤال اللي بعد كده. تسري. وقلنا كلمة تسري معناها تطبق تسري الاحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على الفئات الخضعة لقانون العمل والفئات العاملة بالجهاز الاداري للدولة. تاني. تسري الاحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على الفئات الخضعة لقانون العمل والفئات العاملة بالجهاز الاداري للدولة. طبعا ده السؤال في الكتاب رقم اه خمسة في اجابة اسألة الصح والخطأ. طبعا السؤال هنا سؤال ممكن ما يكونش عدى عليك قبل كده. السؤال بيقول ايه? ان احكام قانون الصحة والسلامة المهنية تطبق على كل من القطاعين. القطاع العام والقطاع الخاص. طب نوضح بقى النقطة ليت. احنا عندنا انت مستر قلتنا قانون العمل ده يطبق على القطاع الخاص. وقانون الخدمة المدنية يطبق على القطاع العام. ايه بقى قانون الصحة والسلامة المهنية? من اسمه كده? قانون الصحة والسلامة المهنية الهدف من القانون ده حماية الإنسان سواء كان شغال الإنسان ده الصحة والسلامة المهنية ده احتياطات بنعملها وزارة الصناعة عشان يشغلون في المنشآت الصناعية بتعملها برضو للي شغالين الإنسان ده لازم أحبز عليه سواء كان شغال في قطاع عامة ولا قطاع إيه خاص ببابو عليكم إذن القانون هنا هيطبق على الاتنين قانون الصحة والسلامة المهنية بيسوي على القطاع العام ويسري كمان على القطاع الخاص القانون هنا يطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص يعني العبارة هنا عبارة صحيحة يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ويحكم بمقتدى قانون العاملين المدنيين بالدولة تاني النقطة دي مهمة جدا يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ويحكم بمقتدى قانون العاملين المدنيين بالدولة السؤال سهل جدا بس جايز الصيغة بتاعة السؤال في كتاب المدرسة هنا مصعب الأمور طب احنا قلنا العمل كم نوع رضى عليكم عام وخاص عام وخاص قانون العمل هيطبق على مين على العمل الخاص اللي هو ده مين كده اللي خرج من اللي خرج برا نطاق قانون العمل العمل العام ده السؤال بيقول يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ويحكم بمقتدى قانون المدنين بالدولة طبعا هنا بقول له العبارة صحيحة نيجي نشوف السؤال اللي بعده يحذر على العاملين في المؤسسات التعليمية الإضراب عن العمل يحذر على العاملين في المؤسسات التعليمية الإضراب عن العمل طبعا احنا وضحنا قلنا انه هناك منشآت حيوية واستراتيجية يحذر فيها الإضراب وكلمة يحذر هنا يعني ايه رضو عليكم يعني ممنوع فيها الإضراب فهو بيقول لك هل المؤسسات التعليمية دي ممنوع فيها الإضراب طبعا المؤسسة التعليمية ممنوع ومحظوظ فيها الإضراب يبقى العبارة اللي عندك هنا عبارة صحيحة ونشوف السؤال اللي بعد كده يجب أن يشمل طلب الإغلاق يجب أن يشمل طلب الإغلاق على بيان أسبابه وأعداد العمالة الذي سيتم الاستغناء عنهم يجب أن يشمل طلب الإغلاق على بيان أسباب الإغلاق وأعداد العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم طبعا احنا قلنا أن في خطاب بعلم الوصول بيوصل من صاحب العمل للجنة المختصة الخطاب ده لازم يشمل حقتين إيه هم حقتين دول؟ أسباب الإغلاق وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم يبقى طلب الإغلاق لازم يشمل حقتين ده في الطبيعي إيه هم الحقتين دول؟ أسباب الإغلاق أنا هغلق ليه وكمان حدد العمال المراد لاستغناء عنهم طبعا هنا العبارة صحيحة ماء في الماء نقطة اللي بعد كده تحتسب مدة الإضراب للعامل أجازة بأجر تحتسب مدة الإضراب للعامل أجازة بأجر طبعا احنا قلنا عندنا إجراءات الإضراب يعني إجراءات الإضراب قلنا يتم الإضراب عن طريق النقابة التابع لها يجب أن يشمل طلب الإضراب على أسباب الإضراب ومدة الإضراب يجب أن يرسل الخطاب إلى صاحب العمل قبلها بعشر أيام ويعتبر الإضراب أجازة بدون أجر أجازة بدون إيه؟ أجر عشان كده هنا الجملة بتقول إيه؟ يعتبر الإضراب أجازة بأجر أنا بقول له لا الجملة هنا خاطئة لأن إحنا قلنا الإضراب يعتبر أجازة بس بدون إيه؟ بدون أجر وبالمناسبة هنا هو أجازة بدون أجر دي طالب كده هيسأل نفسه طب ما ده في مصلحة العامل هتبقى اجازة بس خلي بالك هي اجازة بدون ايه اجر بس خلي بالك كلمة اجازة بدون اجر احنا قصدنا هنا بيها نحافظ على العامل ازاي مستر ده انت بتقول اجازة بدون اجر ما انا بقول لك اهو اجازة كلمة اجازة دي بتحمل عامل ليه عندنا حاجة في القانون بتقول ايه اذا تغيب العامل عشر ايام متتالية يطم فصله من الخدمة تاني اذا تغيب العامل عشر ايام متتالية يتم فصله من الخدمة يعني ايه يعني تخيل لو الاضراب ده كان ما كانش اجازة وكان العامل اللي بيغيب بيعمل اضراب بالكيتب غياب كان ايه اللي هيحصل لو الاضراب قاعد اكتر من عشرة ايام هيتم فصل العمال تبقى للقانون لا القانون حمل عامل هنا قال يعتبر الاضراب ايه اجازة دي حماية بقى اجازة لكن بدون اجر هنا طبعا في العبارة بيقول لي اجازة باجر فبقول له العبارة خطأ نشوف السؤال اللي بعده هناك طواقف لا تخضع لاحكام عقد العمل الفردي وانما تخضع كل منها لتشريعات خاصة بما يناسب طبيعة وظروف عملها ما هذه الطواقف الطلبة بتوعنا الشاطرين جدا تفرق ما بين حاجتين بين الفئات والطواقف هما الاتنين مش هيتطبق عليهم قانون العمل لكن في حاجة اسمها فئات وفي حاجة اسمها طواقف شان لو السؤال ايجا في الامتحان بتكتبش ده مكان ده هفكرك تاني ايه هي الفئات وهي الطواقف بس خليك فاكر في الحالتين سواء الفئات او الطواقف لا يطبق عليهم قانون العمل ايه هما بقى الفئات التي لا تخضع لقانون العمل انا بتكلم على الفئات تلات فئات الفئات تلاتة اما الطواقف خمسة الفئات التلاتة ايه هما اول حاجة جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم اصرة صاحب العمل الذي يعلهم فعلا دول دول كده اللي هما زي ما قلنا الفئات اما سؤالنا بقى الطواقف الطواقف هنا ايه هما الطواقف خمسة عمال المناطق الحرة لعمال البحريين عمال المناجم عمال المؤسسات الصحفية الخاصة والمدارس الخاصة طيب تعالى مع بعض كده نشوف مع بعض العمال البحريون عمال المناجم والعملون بالمدارس الخاصة طبعا هنا بقيت الرأي القانوني اللي احنا جاوبنا عليه كله لكن في حاجة بس عايزين نوضحها في نهاية حلقتنا النهاردة احنا من النهاردة ان شاء الله في اخر الحلقة بنسيب سؤال اسمه سؤال الحلقة وده الطلبة تجاوب لنا عليه وتبعت لنا الاجابة عليه وان شاء الله باذن الله نقول اسامية واسامي كمان المحافظات بتاعتهم ومدارسهم واساميهم واسامي المدارس بتاعتهم تاني النقطة دي مهمة جدا في في نهاية كل حلقة هنقول سؤال الحلقة من الشرح اللي انا قلته ده هسيب لك سؤال على الشاشة دلوقتي ان احنا عندنا سؤال للحلقة السؤال ده سيادتك هتجاوبه لي انت او انت وتبعتيلي على القناة وقناتنا وتقول لي انا ده الاجابة وده كمان اسم مدرستي واحنا كل الاجابات الصحيحة هنحاول ان احنا عشان نتذاكر مع بعض ايه السؤال بقى السؤال بيقول اسكر الرأي القانوني قام احد العمال بعمل اضراب للدفاع عن مصالح مهنية قام احد العمال بعمل اضراب للدفاع عن مصالح مهنية السؤال التاني طبعا كده باذن الله وصلنا لنهاية حلقتنا ما ننساش السؤال اللي قلنا عليه ارجو تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته